بسبب الشرف شاب فلسطيني سوري يطعن يافع عراقي فدورت اللغة بيهنه طبعا أحداث الخبر ده أن الشاب ده لقى العراقي بيكلم مع أخته اللي موجودة معه في الكورس طبعا اعتدى على الشاب العراقي نعم يعني بصراحة هذه مظاهر العنف التي نشاهدها يوم بعد يوم نفس مشاهد العنف يعني بغض النظر هذا الحادثة صحيحة أم غير صحيحة هل تحرش بها أم لم يتحرش بها يا سيدي يا سيدي الذي عندك أنت موضوع الشرف المرتفع جدا في هذا البلد القانون النمساوي أقوى من أي شرف وأقوى من أي انتقام وأقوى من أي شيء هذه السيدة لو هي تعرضت لتحرش ما على سبيل نثال يعني نحن حتى نكون هي المعنية بالتشكي ليس أخوها أخوها عزيزي أنت معني معها بتكون في البيت بتخطب بتحكي معها أنت كان أخوها أنت كان أبوها أنت كان زوجها أنت كان أي شخص حتى بتحكي معها أما بالشارع أو برة في سلطات في سلطة موجودة بالمجتمع في شرطة في كتير المرأة يا سيدي الكريم هنا أكثر شخص محمي بهذا البلد هو المرأة كل اليوم من حقوق المرأة والقيفيلد والعنف والما بعرف شو وكل وقت قوانين وتصعيب وإبعاد يعني هاي السيدة لو هي كانت مزعوجة من هذا التحرش هي المعنية بالتبليغ أما يجي أخوها شافة ويروح ويطع لو مكانش فيه تعرش ده هو كلام مجرد كلام الخبر بيقوله أنه مجرد كلام بغض النظر مهما كان يكون الموضوع فيا سيدي الكريم القانون النمساوي هنا والشرطة أقوى من أي شرف موجود هنا من يريد أن يتحدث عن شرفه وأن يخاف عليه فليتحدث عنه بالعقلانية وفي منزله وفي مكان مغلق أما هذا العنف أما هذا العنف وهذه الفوضى التي نشاهدها في دورات اللغة في الشارع في 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 مدارس طبعا يعني بصراحة يعني شيء ملو علاقة بأي شيء يا سيدي الكريم هذا حتى ليس دين الذي يعتبره على دين هذا ليس دين الدين المصيحة عندك مشكلة بتروح بتحكي معها بتقول له كذا 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 هون البدام عمره فوق العشرين فوق 18 قرارة خاص فيها امشان ما تتعرض وتصير انت مجرم وما تصير مداد وما تصير ملاحق ليكوا واحد بالمشفى والتاني بالسجد تفضل بها يعني انه طالب بتطبيق القانون وليس 100% قانون النفس وليس قانون الغابة لا لن نقول قانون الغابة لا لن نقول قانون الغابة هناك بعض التشريعات التي لها قيمتها ولكن هذه دولة قانون يعني هي تحرشات تتصل بالشرطة وبيجيو بسحطوه من شعر ولا الشاب يعني لا بس هنا مفيش في الخبر اي تحرش عمل لك مثلا الله اعلم صراحة التحقيق سيثبت يعني هلا الخبر الذي نقلناه عن وكالة الانباء النمساوية يعني خبر صراحة معلومات حتى المعلومات فيه هزيلة ولكن معلومات انفقرات الخاصة التي حصلنا عليها صراحة يعني عرفنا ان الشاب العراقي هو مسيحي والسيدة الفلسطينية هي مسلمة يعني على ما يبدو ايضا هذا الموضوع عمل جدا بس هذا ليس موضوعنا موضوعنا هنا ان العنف ليس مبرر ولا مباح ولا بأي حال الاحوال نعم